مكينة الغازل السريعة او التريكو تحديدا ماركة ادي الماركة دي حلوة جدا واختراعاتهم كده كتير هوريكم الفيديو الجاي حاجة صغنطوطة كده انا فعليا مش فاهم اي فكرتها ولكن يعني من باب المره هوريها لكم الفيديو الجاي خلينا في فيديو النهاردة فيديو النهاردة بيتكلم عن مكينة المكينة دي فعليا هي متواجد منها كتير جدا في العالم العربي وكتير منكم امتلاكها وياريت يقول رأيه في الكومنتات عن المكينة دي ولكن لانا شفتها مختلفة شوية بصلاحة حاسة ان هي شكلها احلى مش عارفة ليه المكينة دي من ماركة ادي الماركة دي دي يابانية تحديدا بتعمل ابر وبتعمل مكينات خاصة بالغزل السريع والحاجات من دي يعني بس المكينة بصراحة لونها مع تفاصيلها حلوة ولكن عندنا منها في العالم العربي وموجودة ونقدر نقطنيها بسهولة يعني المكينة تصميمها وشكلها كده يوحي ان هي معدن ولكن هي بلاستيك ماشية على فكرة الاسنان بدخل فيها الخيوط وطبعا لما باجي الف الجزء الضوار ده او اليد دي اللي هي بتبقى شبيهة بمكينة البسكوت فبتدخل خيوط وطلع خيوط تانية فبتسرعلي الاداء شوية وبقدر اعمل منها حاجات كتيرة زي الايسكابات او البلوفرات لو هي حجمها ضخم ولكن مش عارفة بصراحة ازاي يعني افرها بلوفرات رضع بالحجم ده بصراحة اعتقد ان الحاجات دي يعني مرتبطة بالحجم اكتر منها ولكن بصراحة بالنسبة لي يعني عندي فكرة تخليني ان انا اعمل عادي بها بلوفرات وكون ضخمة مش عارفة انتو ايه رأيكم بتيجي السنون ديت ولما باجي الف القطعة دي بتشغل التروس الداخلية والتروس الداخلية ديت طبعا فيه التروس بتطلع والتروس بتدخل عشان تعملي شكل النسيج اللي انا بشتغله بالابرة تحديدا بس بشكل بيكون اسرع وطبعا هي مكينة في الاول والاخر بتيجي طبعا على تلت ارجل او اربعة كده بتكون هي الحامل بتاع القطعة وبيبتدي ان انا اشتغل بيها بسهولة ويصر شديد شكلها كويس وفعليا في منها كتير ولكن انا افضل الشكل ده تحديدا مش عارفة ليه ولكن هو عاجبني احيانا بنختار الحاجة بناء على الشكل وبتطلع احيانا مقلب ولكن يعني التقييم على المكينة دي كويس او بصراحة هل مكينة زي دي مهمة ان انا اشتريها لو معي الامكانيات هروح اشتري المكينة دي تحديدا صراحة ومش هشتري اللي هي موجودة هنا ولكن بما اننا موجودين هنا فعادي جدا ان انا اكتنط تانية وانشاء الله هعملها في مرة واجبها وابتدي ان انا اجربها فهل هي مهمة بنسبة كبيرة ان انا اروح ادفع فيها واشتريها اكيد لا مش مهمة جدا منذات لو كنتي بتشتغل يدوي وراضي عن الاداء بتاعك ولكن لو انتي عندك مبيعات يعني وبتبيعي خارجيا وعايزة التكلفة بتاعت القطعة بتاعتك تكون ارخص وارخص بمعنى مش من ناحية الخيط انا ما باشتريش خيط وحش واروح اشتغله شغل واتع فيه وابيعله الزبون لمجرد ان هو عايز قطعة ارخص مثلا مية جنيه او حاجة فلا مش ارخص من ناحية دي ارخص من ناحية انه انا اصرفت فيها وقت قد ايه يعني انا اشتغلت على القطعة دي مثلا ممكن تكون انا عملت كفية في يوم مشي ولكن الكفية التونسي مثلا انا هعملها ممكن تاخد معي اربعة تيام فاكيد تكلفة اليوم مش زي تكلفة الاربعة تيام او مكينة زي دي ممكن اشتريها لو انا عايزة ارخص شغلي ارخص شغلي من ناحية الوقت ولكن مش من ناحية الجودة من فضلكم ما تنزلوش في الجودة عشان العميل العميل عايز الجودة دي تحديدا او هو اللي جايب لك الخيوط دي مسئوليته الخاصة ولكن انتي لما تشتري لعميل خط انسحيه بالجودة الافضل لان شغلك هيقعد في ايده اطول فترة ممكنة وكل ما يتبسط بيه اكتر انتي هتعلقي في دماغ عميلك اكتر فنخلينا اسكية في شغلنا وفي الوقت نفسه ما نتنزلش عن الجودة لان ده برضو يعني حرام بالنسبة لشغلنا انه اخلي واحد او واحدة تدفع فلوس ومتاخدش قصدها منتج يكون جودته كويسة سواء بقى الجودة من ناحية الفينيش او من ناحية الخامة اللي انا مستخدمها وبس فيديو النهاردة يكون خلص ومكينة زي دي وفريها لو انتي عايزة ترخصي اسعارك او عايزة تسرعي شغلك او ما بتشتغليش اصلا في كروشي او تريكوه وعايزة تجربي الاداء ده وتدخلي كده في العالم بتاعنا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة وما تنسوش كل اللينكات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف ولو بتتابعوني من على تيك توك او الانستا هتلاقوا اللينكات دي موجودة في البيو مع السلامة بي